اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن ازاي تعرف اسباب الم البطن لما عيان يجي لك وبطنه بتوجعه في الاستقبال ازاي توصل للتشخيص بتاعه وطبعا لان الاسباب كتير جدا جدا فاعتبر ان الفيديو ده مقدمة عشان بعد كده نشرح كل الاسباب بالتفصيل كل سبب في فيديو لوحده ان شاء الله وما تنساش وانت لسه صاحي معايا كده دوس لايك وانت معادي في البداية لازم يكون عندك فكرة عن تشريح البطن وعن اماكن الاعضاء جوه البطن فاخد فكرة سريعة عن الموضوع ده احنا بنقسم البطن الى تسع مناطق رايت وليفت هايبوكندريام رايت وليفت فلانكس رايت وليفت إليك بعد كده إبيجاستريك بري أمبريكال سوبرا بيوبيك ريجون فانت لما تكون عارف تشريح البطن واماكن الاعضاء ده هيساعدك شوية في التشخيص يعني مثلا الريت أبر كوادرانت بين ده هتقول ايه اللي في المنطقة دي ماهو يا إما كبد يا إما المرارة يا إما القنوات المرارية مثلا ليفت أبر كوادرانت بين هيكون السبلين أو طحال ودلوقتي هندي أمثلة لأشهر الأسباب اللي بتيجي في المناطق المختلفة دي يعني مثلا الإبيجاستريك ريجون ده ممكن يكون السبب فيها جيرد ارتجاع المريء أو جاستريتس اللي هي التهابات المعدة بيبتيك ألسر ديزيز اللي هي قرحة المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة بانكرياتايتس التهاب البانكرياس أو ممكن يكون ريفيرد بين للأكيوت كوروناري سندروم زي ما قلنا قبل كده أو الإم آي يعني ممكن يكون عيان عنده إم آي جلطة في القلب وتجي لك بواجع في الإبيجاستريك ريجون خلي بالك المنطقة اللي بعد كده اللي هي لفت هايبو كوندريم ممكن تكون نتيجة سبيلينيك انفاركشن يعني يموت جزء من السبليين أو سبيلينيك أبسس أو سبيلينيك رابشار يعني مشاكل كلها في السبليين أو الطحال ممكن كمان صب ديافراماتيك أبسس يعني خراج تحت الديافرام أو تحت الحجاب الحاجز من الناحية الشمال كمان ممكن يعني يبقى المشكلة في الصدر العيان عنده النومونيا أو التهاب رئوي ويسمع في المنطقة دي لو جينا نشوف الفلانكس فده ممكن يكون الألم فيها سببه حصوات في الكلا بايلونيفرايتس التهابات أو عدوى يعني في المسالك البولية ووصل للكلا أو برينيفريك أبسس اللي هي برضو خراج قريب من الكلة البريامبلكار ريجون ممكن يكون سبب الألم فيها نزلة معاوية مثلا ممكن يكون سمول باول أوبستركشن انسداد في الأمعاء الدقيقة ممكن مزينتريكس كيميا الدم مش بيوصل كويس للأمعاء الدقيقة ممكن يعني فيه أنيوريزم في الأورطة وفرقع أو ربشر السوبرابيوبك ريجون ده ممكن يكون السبب فيها سيستايتس اللي هي التهابات المثانا ممكن يوتو آي اللي هو عدوى المسالك البولية بيلفك انفلاماتوري ديزيز ممكن وتخلي بالك من النقطة دي كويس جدا اللي هو الحمل خارج الرحم بالنسبة للريت والليفت إليك فده ممكن يكون الألم فيها سببه مثلا أوفاريان أورتيستيكولار تورشن اللي هو المبيض بيلف حوالين نفسه أو الخصية تلفه وتلتوى حوال نفسها وده تعمل مشكلة كبيرة وتعمل ألم في المنطقة دي ممكن لو سيست في الأوفاري أو المبيض برضو ممكن يعمل كده ممكن لو في أبسس في الفالوبين تيوب أو في الأوفاري وممكن برضو الاكتبوك بريجنانسي أو الحمل خارج الرحم كمان ما ننساش إن على اليمين ممكن طبعا الأبنسايتس أو التهاب الزائدة الدودية كمان الدايفورتيكولايتس ممكن تيجي على اليمين أو على الشمال لكنها أكتر على الشمال أما بالنسبة للريت هايبوكندريم إيريا دي خلناها لوحدها لأن الأسباب فيها كتير شوية الأسباب فيها ممكن تكون يا إما حاجة تبع الكبد أو قنوات المرارية والمرارة والحاجات دي أو أخرى فمثلا في الليفور ممكن يكون واحد عنده التهاب فيروسي بتاع الكبد حاد حاجة جديدة عاملة انفلاميشن والتهاب في الليفور ممكن يكون العيان عنده خراج داخل الكبد ممكن يكون يعني عنده بسبب الكحليات أو بسبب أدوية ممكن العيان يكون عنده اللي هو يعني انسداد في الهيباتيك فين اللي هو التهابات في المرارة أو عنده اللي هو التهاب في القنوات المرارية وال كومون بايل داكت وممكن العيان يكون عنده ستون في الكومون بايل داكت في أسباب تانية كمان تعمل ألم في زي زي برضو التهاب رئوي بس في الناحية اليمين أو صب ديفرماتيك أبسيز اللي هو برضو خراج تحت الحجاب الحاجز في الناحية اليمين وفي أسباب بتعمل ألم في البطن عموما زي IBD أو الف باول ديزيز زي الخرونزي ديزيز واحد عنده IBS القولون العصبي زي ما بنسميه أو ممكن يكون العيان عنده ممكن يكون العيان عنده وييجي بألم في البطن وممكن يكون العيان عنده هيربز زوستر اللي هو بيسميه الحزام الناري ممكن الألم يجي أو الحبوب دي ما ظهرتش كمان لازم تعرف أن الألم ممكن يمتد الأماكن تانية أو يبق ليه ريدياشن لأماكن تانية يعني مثلا لو واحد عنده مشكلة في الكلة أو حصوة في الكلة الألم بتاحها ممكن يسمع نحية ورا كمان في الباك ممكن كمان ينزل نحية تحت على اليوريطر لو وعيان عنده مشكلة مثلا في المرارة أو الكبد ممكن ده يسمع فوق شوية لحد الكتف اليمين أي مشكلة في المسالك ممكن تيجي في المنطقة اللي تحت دي كلها بالنسبة للأبنسايتس أو التهاب الزائدة الدودية في ممكن تيجي بألم في يكون العيان يشتكي بواجه حوالين السرة بس ويبقى معاها mild tenderness أو ألم بسيط لما تضغط عليها لكن في middle stage اللي كلنا بنشوف بقى المرحلة دي بيكون الألم في right area وبيبقى معاها tenderness وبيبقى حاجات تانية هنبقى نتكلم عنها في فيديو خاص عن التهاب الزائدة الدودية لكن الألم بيكون تركز في المنطقة دي يعني الألم بتاعها ممكن يبدأ هنا وبعدين يتركز بقى في المكبيرن لو العيان ده ما تعالجش وحصل بيرفوريشن أو صقب أو انفجار زي ما بيقوله يعني بيحصل بريتونايتس وكده الألم ينتشر في البطن كلها بقى ما يبقاش localized يبقى generalized وزي ما شكت إن الأسباب كتير جدا فأنت لازم تمشي systematic شوية لازم تاخد history كويس من العيان لإن زي ما بنقول history بيساوي 90% من التشخيص لازم تعرف الحيان العيان ده الوجع بتاعه بدأ امتى وهل ده كان أبراب أو لأن الأبراب غالبا بيبقى في الحاجات الأخطر شوية يعني الحدوث المفاجئ ده غالبا ممكن يكون باول برفريشن يعني صغب في الأمعاء ممكن يكون ممكن يكون حاجة زي كمان لازم تسأل على هل الألم ده مستمر مع العيان وعمال يزيد ولا بيجي بيجي هجمات ويفك لأن غالبا اللي بيجي على بيبقى أقل خطرا شوية بس مش شرط يعني زي مثلا اللي هو المغس المراري زي او ارتجاع المريء زي الجستريتس او التهابات جدار المعدة وهكذا كمان لازم تعرف location بتاع البين ده لأن زي ما قلت لك كل منطقة بيكون ليها most common causes لو عرفت مكان الألم فين وبيسمع فين ممكن يساعدك في الوصول للتشخيص كمان تعرف ايه هي يعني ايه اللي بيزود الألم ده هل لي علاقة بال فود الأكل هل لي علاقة بالمجهود هل لي علاقة بالبوزيشن أو وضع العيان يعني مثلا لو بيزيد مع الأكل فدي غالبا ممكن يكون حاجة تبع البلاري سيستم أو حاجة تبع البنكرياس أو حاجة تبع الأبر جي اي لو لها علاقة بالوضع أو البوزيشن بتاع العيان ممكن شوية يكون تبع يعني العيان مثلا بيرجع دم أو في ميلينا الحاجات اللي تقول إن في نصف من الجهاز الهضمي كمان تاخد باست ميديكال هستوري كويس من العيان هل العيان ده عنده سيرروزيز أو تلاييف في الكبد هل عنده انفلماتري باول ديزيز كرونز أو آل سير تفكولايتس هل عمل عمليات قبل كده هل عنده كارديو فاكتور كل ده برضه هي ساعدك في التشخيص كمان بتاع العيانة كمان عشان نشوف زي مثلا الهيباطايتس بي فيروس وغيرها وعشان كمان نستبعد الحمل كمان تعرف العيان بتاعك بياخد أدوية ايه والترافل هستوري بيسافر فين والكحليات هل بيستهرق كحليات كتير ولا لا بعد كده بتشوف بتاع العيان بتاعك وبعدين تعمله بتركز فيه على الابدومنال طبعا وما ننساش الكاردياك والبلموناري والبلوك لأن زي ما قلنا أسباب كتير ممكن تعمل ألم في البطن أما بالنسبة للفحوصات فالمفروض أن الفحوصات على حسب كل حالة لكن الفحوصات عموما اللي بتنطلب يعني صور الدم كاملة ميتابوليك بانيل ليفر فانكشن تست اميليز ولايبيز لو أنت شاكك في البنكرياتايتس برجنانسي تست اختبار حملة للسيدات اللي في سن الحملة والحاجات دي عشان استبعد الاكتوبك برجنانسي لو أنت شاكك في اكيوت كرونري سندروم أو او فأنت تعمل لو أنت شاكك في فانت هتعمل اشعاعات طبعا بالاضافة لتحليل الالدي اتش لو شاكك في حاجة في الشيست فانت هتعمل شيست اكس ري او تحليل بول وأحيانا مزرعة لو احتاجنا لو أنت شاكك في عدوة في الجهاز البولي بالنسبة للاشعاعات ممكن تحتاج الترا ساوند سونار أو تحتاج سي تي أو غيرها زي ما هنعرف بعد شوية ودلوقتي تعالوا مع بعض النقارن بين أشهر الأسباب اللي بتعمل أكيوت أبدومنال بين هنسيب الرايت أبر كوادرانت بين بعد شوية هنقوله وهنقول الأسباب التانية في الأول مثلا اللي هي قرح المعدة والأمعاء الدقيقة يعني فانت في الهيستوري هتلاقي ان العيان عنده بجسترق بين ممكن يسمع وراه في ظهره الوجع ده أو الألم ده ممكن يزيد بالأكل ممكن يكون معاه قيء وغثيان وفي الحالات الشديدة أوي ممكن يبقى معاه علامات GI Bleeding أو النزف من الجهاز الهضمي يبقى العيان عنده أنيميا مثلا عنده ميلينا يعني بيرجع دم ريسك فاكتور اللي ممكن تلاقيها مع العيان ده أنه بياخد مسكنات كتير أو أنه عنده جرثومة المعدة لما تجي تفحصه ممكن تلاقي معاه Tenderness أو ألم يعني لما تضغط عليه في المنطقة بتاعة البيجاستري ريجون دي ولو لقيت أنه بريتونية يعني آلام ورجدتي في البطن عموما ممكن يكون ده بسبب برفريش حصل يكون حصل الصكب في المعدة أو في الأمعاء بسبب الألثر دي بالنسبة للتحليل أو الفحوصات اللي أنت هتعملها فغالبا التحليل الدم مش هتفيدك كتير إلا لو في أنيميا مثلا لكن ممكن تحتاج تعمله منظار علوي أبر جي آي اندسكوبي وكمان طبعا اختبار الإتش بايلوري أو جرثومة المعدة بالنسبة للجاسترو انتريتس اللي بنقول عليها النزلات المعوية فالألم بتاعها غالبا بيبقى كوليكي أو كرامبي يعني بيبقى مغس يقرس ويفك في الغالب بيكون في المنطقة اللي هي الـ حوالين السرة غالبا بيبقى معاقق وغثيان وإسهال بالنسبة للريسك فاكتورز فمفيش ليها ريسك الحرارة وممكن تلاقي معاها جفاف لما تيجي تعمله صور الدم كاملة هتلاقي كرات الدم البيضة عالية لكن تشخيص هو يعني في الغالب ما بتحتاج تعمله تحليل أو فحوصات تانية أو الانسداد الأمعاء الدقيقة الألم في الغالب برضو بيكون حوالين السرة في الغالب بيبقى زي المغس برضو بيبقى يعني العيان ما بيخرجش ريح الرسك فاكتورز للعيان ده يعني مين اللي ممكن يجي لهم الموضوع ده لو واحد عمل جراحة قبل كده في البطن أو في الحوض عيان عنده فتاء أو عيان بلع جسم غريب عمل انسداد عيان عنده عيان عنده ورم في الأمعاء الدقيقة لما تيجي في الاجزاميناشن هتلاقي بطن كبيرة تيجي تلاقيها منفوخة وكبيرة ممكن تسمع يعني تسمع أصوات بطن تلاقيها صوتها عالي وتبقى ممكن تلاقي معاها علامات الديهايدريشن أو الجفاف ولو لقيت البروتينية يعني برضو والغشاء البروتيني ده ملتهب فده بيدل على انه حصل أو حصل أو موت جزء من الأمعاء الدقيقة بالنسبة للتست أو الفحوصات اللي تطلبها فممكن العيان ده يحتاج CT أشعة مقطعية ولو مش متاحة ممكن تعمله عبر 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 بالنسبة بالنسبة للأبنتسايتس أو التهاب الزائدة الدودية فالوجع بتاعها بيكون في الريت lower quadrant area زي ما غالبا بييجي بعد الألم ما بيحصل لو في ألم في البطن عموما زي ما قلنا فده ممكن يكون late stage العيان حصل معاه برفريشة بالنسبة للريسك فاكتورز ما فيش ريسك فاكتورز معينة لما نيجي نعمل examination للعيان ده فهنلاقي في ألم tenderness في ال right lower quadrant في الحتة المعينة اللي هي مكبيرنس point وكمان هنلاقي في روفزنج ساين وسوى ووبتيوريتر ساين الحاجات دي كلها هنبقى نتكلم عنها في فيديو مفصل لو انت واقف في الاستقبال وعيان انت يشاكك ان عنده زيدة دودية تتعامل معها ازاي يعني لحد ما دكتور الجراحة يستلموا منك في الفحوصات هتلاقي كرات الدم البيضة عالية وCRB عالي وبالنسبة للإشعاعات فانت ممكن تعمله ultra sound يعني عشان تستبعد الاسباب الاخرى وبيساعدك كتير في تشخيص الزايدة برضو وممكن تحتاجله في بعض الاحيان بس CT بالنسبة للبانكرياتايتس او التهاب البانكرياس القلم بتاعه بيكون epigastric في منطقة epigastric او بنقول عليها في منطقة فم المعدة يعني وبيسمع في الظهر بيزيد بالاكل وممكن يبقى relieved او يعني اللي تعمل بانكرياتايتس واحد بيشرب كحليات كتير واحد عنده حصوات في المرارة وممكن برضو لو واحد عامل ERCB اللي هي منظار القنوات المرارية وممكن بعض الأدوية وممكن ارتفاع الدهون السلاسية لكن الأكتر هو حصوات المرارة والكحليات في الاجزامينيشن هتلاقي ألم في المنطقة اللي بنقول عليها فم في هومورجو جديد أو حوالين السرة دي علامات بتقول ان الحالة شديدة جدا ومش كويسة بالنسبة للتحاليل هتلاقي اللايبيز عالي جدا والأميليز ممكن تحتاج تعمل للعيان ده Ultrasound وCT وبرضو هنبقى نعمل فيديو عن التهاب البنكرياس منفصل ان شاء الله أما بالنسبة للألم اللي بيجي في الراية Upper Quadrant فهنتكلم عنه دلوقتي لان ليه أسباب كتيرة شوية زي ما قلنا العيان ممكن يكون عنده بيلاريكوليك أو Acute كوليسستايتس أو Acute كلونجايتس أو Acute Hepatitis البيلاريكوليك بيبقى إبيوسيدك بين يعني بيجي فترة كده معينة من نص ساعة لساعتين ثلاثة أو حاجة يعني وبعدين بيفك ويبقى كويس غالبا بيزيد مع الأكل وما بيبقاش معه جوندس أو اليرقان أو الصفرة الريسك فاكتورز بتاعته الفي ميل سيكس بيجي للستات أكتر شوية بريجنانسي في الحمل أوبيزيتي لو ستة خينة أو رابد ويتلوس لو عيان بيخسس وزنه بسرعة أو الديابيتس اللي هو السكر في الإجزامينيشن مش هتلاقي حاجة معينة بالنسبة للفحوصات فتحليل الدم مش هتلاقي فيها حاجة لكن الصنار أو الأشعة التلفزيونية هي اللي هتبين لك الموضوع ده غالبا بيبقى في حصوات في المرارة الأكيوت كولوسيستايتس معناها إن في حصوات في المرارة لكن في التهاب كمان في المرارة فبيبقى الألم أشد وأطول وممكن تلاقي معاها قيء وغثيان ما بيبقاش في جوندس برضو أو صفرار أو حاجة لأن المشكلة كلها لسة في المرارة لو العيان عنده ممكن يحصل لأكيوت كولوسيستايتس في ممكن تلاقي العيان ممكن تلاقي تندرنس في حاجة تحط إيدك على وتخلي العيان ياخد نفسه فيحصل ألم مع النفس بالفحوصات ممكن تلاقي كرات الدم البيضة عالية في تحليل صورة الدم الكاملة وظائف الكبد غالبا هتبقى كويسة الصنار برضو أو الأشعة التلفزيونية هو اللي هيشخص لك الموضوع ده الأكيوت كولينجايتس التهاب في القنوات المرارية برضو بيبقى زي الأكيوت كولوسيستايتس ألم أشد شوية وبيستمر أكتر شوية مع نوزيا وفومتينج لكن في الغالب بيبقى مع جوندس أو صفرار أو ياراقان بتاعة العيان ده لو العيان عنده بناين بلا ريستريكشر يعني هو عنده ديء أصلا في القنوات المرارية دي أو عنده حاجة سرطان أو ورم هو اللي عامل إنسداد في المنطقة دي من ضمنها طبعا سرطانات البنكرياس لما تيجي تفحص العيان ده في الغالب تلاقي شكله تعبان قوي مش زي الحالتين اللي قبل كده بتلاقي هارت ريب بتاعه عالي بتلاقي دغط واطي بتلاقي ارتفاع درجة الحرارة ممكن كمان يبدأ يهلوس ممكن يبقى الوعي بتاعه مش مظبوط لإن هي دي بتبقى حالة شديدة شوية الفحوصات هتلاقي كرات الدم البيضاء عالية البلوروبين عالي غالبا بيبقى دايريكت أكتر من الانديريكت لإنه بيبقى انسداد الالكالين فوسفاتيز عالي الالتي والالتي تلاقيهم عاليين لكن مش عاليين جدا جدا ممكن تحتاج للعيان ده سونار في الأول لكن في الغالب هتحتاج له اي ار سي بي اللي هو منظار القنوات المرارية والبنكرياس وأخيرا الاكيوت هباتيتس أو التهاب الكبد برضو القلم بيبدأ تدريجيا وبيزيد مع الوقت بيبقى معه نوزيا وفومتنج عادي ممكن يبقى معه برضو صفرة أو ياراكون أو جوندس الريسك فاكتورز اللي ممكن تعمل هباتيتس أو الأسباب يعني ممكن الهباتيتس فيروسز يعني زي هباتيتس A فيروس وده أشهرهم شوية اللي يعمل صفرة في بدايته يعني أو يعمل أكيوت هباتيتس العيان اللي بيشرب كحليات العيان اللي عنده برستامول تكسيستي أو أوتو أميون هباتيتس لما تيجي في الإجزامينيشن العيان ممكن يكون فيفرش ممكن يكون عنده ارتفاع درجة حرارة لكن بعد كده الإجزامينيشن بقى هيختلف على حسب السبب حاجات كتير يعني في الفحوصات كرات الضم البيضة هتلاقيها عالية ال-ALT وال-A-S-T هتلاقيهم عاليين جدا في حالة الأكيوت هباتيتس غالبا أكتر من ألف الأكيوت هباتيتس ممكن تلاقيه عالي شوية البلوروبين ممكن يكون عالي شوية وال-INR ممكن يكون عالي شوية والبلوروبين هنا غالبا بيبقى ال-direct زي ال-indirect في الغالب يعني فتدور بعد كده على السبب تعمل viral markers تعمل البرستامول level تشوف أسباب الأكيوت هباتيتس وهكذا على حسب السبب يعني لما بنتكلم كتير على الأكيوت أبدومن البين بيجي لفظ اسمه surgical abdomen يعني إمتى العيان بتاعك ده يحتاج جراحة أو تعرضه على طبيب الجراحة لو العيان بتاعتك حالته سيئة والألم شديد جدا كده كده اعرضه جراحة لو انت في المستشفى لكن في علامات تنبهك وتقولك اعرض العيان ده جراحة زي مثلا لو فيه rigidity جديدة العيان بطنه مجدودة جدا لو severe tenderness العيان مش قادر يخليك تلمس بطنه لو فيه rebound tenderness زي بتاعت الزائدة الدودية اللي هو تضغط على الجزء اللي بيوجع العيان تضغط فالألم موجود لكن بسيط تضغط تضغط وأول ما تشيل إيدك الألم يزيد جدا دي حاجة اسمها rebound tenderness دي برضو لازم تعرض جراحة لو الألم ده بيزيد مع الكحة ولو انت مش قادر تسمع وأي سبب جراحي من اللي احنا قلناهم أو لو حالة العيان شديدة في أي وضع اعرضه على طبيب الجراحة من ضمن الأسباب اللي احنا تكلمنا عنها فيه أسباب ممكن العيان ييجي فيها شجد أو في صدمة الأسباب دي زي الأكيوت كولنجيتس باول برفريشن باول انفاركشن رابشارد اكتوبك بريجنانسي عشان كده لازم ما تنساهاش أبدا رابشارد أبدومنال أورتك أنيوريزم سبيلينيك رابشارد ماسيف جي اي بليدينغ وطبعا الامي اي او الأكيوت كوروناريتسندرو طبعا الفيديو ده كان زي مقدمة كده حاجة كده نمهد بيها الطريق وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم